اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس بيانسبورت الحافيذي يتفوق على نجوم العالم تمكن عبداليلاء الحافيذي نجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بتمريراته واهدافه الحاسمة خلال الموسم الكروي المنقضي من التفوق على عدد من ابرز نجوم كرة القدم العالمية وذلك بحسب الاستفتاء الذي اجرته قناة بيانسبورت القطرية وكان الحافيذي مايسر الرجاء قد قاد فريقه لتحقيق مجموعة من النتائج الايجابية سواء في البطولة الاحترافية او في دور ابطال افريقيا فضلا انه كان نجم الاسبوع الماضي بعد ان سجل هدفين في مرمى الجيش الملكي ومنح فريقه لقب البطولة الوطنية في الوقت القاتل من المواجهة المذكورة واختارت الجماهير العربية عبداليلاء الحافيذي نجما للاسبوع الماضي خلال الاستفتاء الذي نظمته قناة بيانسبورت القطرية بعد ان حصل على مجموعة 45% من الاصوات متبوعا بالنرويجي ايرلينغ هولاند نجم بروسيا دورتموند ثم البرازيلي نايمار نجم باريسان جرمان الفرنسي خبر صار مونير الحدادي سيحمل قميص المنتخب المغربي كشفت صحيفة البياس الإسبانية معطيات جديدة بخصوص ملف تأهيل مونير الحدادي لاعب إشبيليا الإسباني لحمل قميص المنتخب الوطني وأكدت صحيفة الإسبانية أن منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مونير الحدادي من حمل قميص الأسود يعود إلى عدم حصوله على الجواز الرياضي في الوقت الذي أشارت فيه جامعة الكرة إلى أن فيفا رفض الترخيص له بسبب تفسيره لأحد بنود القانون الجديد المتعلق بفئة قل من 21 سنة واستند إلى مشاركته في ثلاث مباريات مع المنتخب الإسباني لهذه الفئة وأعلنت الصحيفة الإسبانية أن منع حدادي من حمل قميص الأسود يرجع بالأساس إلى التعقيدات الإدارية وأن تأهيله مسألة وقت فقط وفي حال إنهائها في الأيام القليلة المقبلة بإمكانه أن يشارك في مبارتي إفراقيا الوسطى المقررتين في فترة الاتحاد الدولي لإجراء المباريات الدولية المبرمجتين في نوامبر المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفراقية للأمم حلم الجميع بإجراء سوبر إفراقي مغربي خالص أكد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن حلم كل مغاربة بإجراء مباراة سوبر الإفراقي بين الرجاء والويداد الرياضيين وقال القجاع في تصريح لقناة رياضية خلال مراصم تسليم درع البطولة لفريق الرجاء الرياضي يومه الأربعاء بمركب محمد الخامس أن الدوري الاحترافي أضحى من بين أقوى الدوريات على الصعيد العالمي وذلك بعد مواجهته لأزمة كورونا وأكد رئيس الجامعة أن الرجاء يستحق لقب النسخة الحالية من الدوري الاحترافي متمنيا في الصياق ذاته حد أوفر لباقي الأندية التي لم يحالفها الحد في التتويج باللقب وأوضح القجاع أنه يتمنى أن يواصل الفريق الوطني تألقهم على المستوى الإفراقي لا سيما الرجاء والويداد للتتويج بلقب دوري أبطال إفراقيا من أجل خوض مباراة سوبر الإفراقي بنكهة مغربية خالصة وشدد على أن تتويج الرجاء هو تتويج للكرة المغربية بكل المقاييس خاصة على المستوى التنظيمي وتمنى القجاع أن يعود إلى مركب محمد الخامس في السادس من نومبر المقبل من أجل حضور نهاء دوري عصبة الأبطال وتتويج الرجاء أو الويداد انتهاء المشكل المادة بين حمد الله وإدارة النصر السعودي أفادت مصادر صحفية سعودية إن أزمة مستحقة الدول المغرب عبدالرزاق حمد الله مع فريق النصر السعودي لكرة القدم انتهت وأن اللاعب ينعم بإجازة في المغرب ستمتد إلى غاية السبعة عشر أكتوبر الجاري كما تم إنهاء إجراء حضور عائلة لاعب إلى الرياض يذكر أن حمد الله قدم موسما متميزا على كافة الأسعيدة إذ أنهى الدور السعودي هدفا للمسابقة براسيد تسعة وعشرون هدفا كما أنه توجه هدفا لفريقه على مستوى مصابقة دوري أبطال آسيا براسيد سبع أهداف نابولي يخسر بثلاثة لسفر وخصم نقطة من رصيده لإنسحابه أمام يوفينتوس أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يومه الأربعاء اعتبار نابولي خاسرا سفر لثلاثة وحسم نقطة واحدة من رصيده لإنسحابه من المباراة ديد دايوفينتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين بفيروس كوفي 19 في صفوفه والتزم الفريق الجنوبي بتعليمات سلطات صحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو في الرابع من أكتوبر والبقاء في الحج الصحي لكن لجنة التأذيبية في الرابط رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد لكوفيد 19 ويعتبر القادر الرياضي في قراره المفصل جدا أنه لم توجد قوة قاهرة حالة دون الانتقال لخوض المباراة وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لابئ لاعبها في الحجر الصحي بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية لكن الرابط قررت إبقاء على موعد المباراة كما كان مخططا لها وبناء على قرار الرابط ارتقى يوفنتوس إلى المركز الرابع بسبع نقاط فيما تراجع نابولي إلى المركز الثامن بخمس نقاط بعد فوزه بأول مبارتين على أرض الملعب وسيكون في إمكان نابولي استئناف القرار إذ كان حذر سابقا أنه سيتخذ هذه الخطوة فيما لو أتى الحكم مجحفا بحقه وأتى القرار بحق نابولي كونه لم يلتزم بالبروتوكول المعتمد في الدور الإيطالي الذي ينص على أن أي فريق لديه 13 لاعبا سليما بمن فيه محارس مرمى يمكن أن يلعب المباراة لكن نابولي زعم أنه امتثل لأمر السلطات الصحية المحلية بعد إصابة لاعبه المقذوني الجيف الماس والبولوندي بيوتر زيلنسكي من منطلق اعتقادي بأنه ينفذ البروتوكول الرياضي اتحاد طانجا يقترب من حزم أول صفقاته الصيفية دخل فريق اتحاد طانجا على خط التفاوض مع فريق الفتح الرياضي من أجل التعاقد مع لاعبي إبدالرحيم أمقران خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية وأوضحت مصادر لترونسي سبور أن فريق اتحاد طانجا ربط اتصالات بفريق الفتح الرياضي من أجل التوصل لصيغة توافقية تتيح للفريق الطانجي شراء ما تبقى من عقد أمقران خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية وشددت المصادر ذاته أن بيدرو بن علي مدرب اتحاد طانجا عبر عن حاجته لخدمات لاعب فريق الفتح الرياضي وطلب من مسؤول فريق التحرك من أجل حسم صفقة انتقاله خلال الأيام القليلة المقبلة